يحاول مسك القلم لكنه لا يقوى فالضربة حرمته من الكتابة وقد تحرمه من كفه موسى طالب في الخامس الابتدائي في أحدى المدارس الحكومية ببغداد تعرض لتشوه شرياني وريدي في كفه الأيمن بعد ضربه من معلمين بمدرسته وتفصيلات القصة تروى على لسان والده تعرض العاها مستديمة بداية السنة الدراسية تحديدا من العام الماضي أثر إصابة تعرض لها من معلم ومعلمة بداية السنة الدراسية معلم إجاب بداية السنة الدراسية استاذه وهو ما يأخذهم يعني جاء درس شاغر صارت لغوة بالصف وقوم الصف كله تبوسط بس موسى تأذى أكثر شيء بالبسطة مالته صار عندها على أثر تمزق ورضب بالكف الأيمن والضربة الثانية تسببت لها من بعد شهر تحديدا من الضربة الأولى أثناء بداية الامتحانات الشهرية للشهر الأول بمادة الإسلامية تحديدا كان جالس هو وأخوه بالرحلة دا يمتحنون أخوه قال له اكتب راح يدق الجرس لأنه هو بسبب الضربة الأولى ما يقدر يكتب ما يقدر يمسك القلم صحيح فالمعلمة تباوى عليه من بعيد إجدت سحبة الأوراق كتبت عليهم غش وبسطتهم وموسى على أثر قاعد وبعد ما شاف الدراسة بعينه فصول قصة موسى تنفيها وزارة التربية كما قيل له فالمدرسة تدعي تسرب موسى من الدوام يتسأل والده كيف تسرب والمدرسة منحته شهادة فيها درجات والدرجات أيضا تختلف عما في ورقة الامتحان وفق حديثه تناقضات يناشدون من أجلها الجهات المعنية للنظر في قضيتهم يعني هم مدعين أنه هو متسرب طيلة العام الدراسي طيب كيف هو متسرب وكيف هذه الشهادة صارت لدرجاته وما ممتعين منه يا ترى منه سوى هذه الشهادة وليش وعلى شنو صارت سوي له شهادة أستاذه بنفس الوقت كاتبين عليها مبطل حتى يدعون أمام اللجانة التحقيقية بأنه موسى أثى ما بعد الإصابة تماثل للشفاء ورجع للدوام الطبيعي وهو من ذات تترك الدراسة بس بالحقيقة أستاذ هو أثر الضربة التي تسببت له بامتحان الإسلامية بعد قاعد من الدراسة وما شاف الدراسة بعينه والله أستاذ أنا هنا أطالب بالجهات المختصة من القضاء العراقي العادل ومن رأس الوزراء ومن وزير التربية تحديدا بالتدخل بحل قضية موسى وأخذ حقه 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 بن ضاع أستاذ ويحاول ولد موسى بشط الطرق إرجاع حق ابنه والتمكن من علاجه قبل أن تتفاقم حالته يتخوف من علاجه في العراق فبعض المقترحات العلاجية لها مضر قد تؤدي إلى البتر وفق فحوصات حكومية سابقة ومعها يعيشون في نارين ويبحثون عن من يطفئها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير